كشف قائد مركز الإعلام والتنسيق المروري بقيادة الدارك الوطني المقدم قويدر خديم أن المركز أحصى عبر اختصاص الدارك الوطني الذي يغطي 85% من شبكات الطرقات وفات 217 شخصا وجرح 1000 وثلاثة آخرين خلال شهر رمضان المقاذي وأضح المتحدث المقدم خديم قويدر في تصريح للإذاعة الوطنية أن العاصمة تحتل صدارة الولايات في عدد الحوادث الخاصة بالمرور بخمسين حادثا تليها البويرة بستة وثلاثين حادثا وعين الدفلاء بأربعة وثلاثين حادثا